القانون لا يحمي المغفلين العبارة دي بتنطبق على عمليات النصب الإلكتروني في ظل تطور التكنولوجي اللي بنعيشه وتطور المعاملات المالية واللي انتشر خلال السنوات الأخيرة ومع التطور ده بدأ المحتلين في نصب شباكهم لإسقاط ضحايا بطرق أكثر ذكاء وحذر تخلي لا يمكن تتبعهم أو الوصول ليهم وبتكتر عمليات النصب الإلكتروني في المناسبات وعلشان كده احنا عملنا لكم التقرير ده أنا ماريا مجدي وهنعرفكم ازاي تقدروا تحافظوا على فلوسكو من النصبين وخصوصا في عيد الفطر المبارك المحتلين والنصبين بيعتمدوا على أطناع الضحايا بعروض وخصومات وهمية حتى يقوم بتحويل مبالغ مالية بمحد إرادتهم عن طريق كروت شحن أو البريد الإلكتروني أو حتى البوليسة التأمينية وده بعد إقناع الضحية إقناع كامل بمخطط الصراء والغنى وبعد كل ده بيهرب المحتلين من العدلة بطرق سهلة وفي لمح البصر وفي لحظة بتتبخر أموال الضحايا وفي روايات كتيرة ممكن نعرضها ليكم لبعض ضحايا النصب والإحتيال الإلكتروني ولكن هيكفينا إن احنا نعرف فكرة عنها في محاولة لوقفها أو تحذير الضحايا الجدد من الألعاب الوهمية دي ومن الروايات اللي تعرض أصحابها للنصب كانت أم نور اللي بدأت كلامها وبتقول ابني خارجها ندسة اتصالات وكان بيطمح في وظيفة حكومية تؤمن ليه الرزق مع العلم إنه كان بيشتغل وهو طالب لأربع سنين علشان يوفر احتياجاته الخاصة وبالصدفة اتعرف على شخص وعده بوظيفة مرموقة وأضافت وقالت الشخص ده بدأ يتكلم مع ابني يوميا على الإنترنت ويدفعه ويشد من أزره وإنه بيعتبره زي ابنه لإنه محروم من الزرية وإنه بيتوسم فيه الخير لإن ابني طيب ووحيد وملوش اهتمامات غير الشغل وتكوين نفسه وبالتالي أخد منه مبلغ 20 ألف جنيه واختفى والشخص ده بموقع مسؤول وفي وظيفة مرموقة وتابعت طبعا اكتشفنا إننا تعرضنا للنصب وحاولنا بكل السبل استعادة الفلوس ولكن بدون فايدة ولجأنا لتحرير محضر بالشرطة ومباحث الانترنت ولسه الإجراءات سارية للوصول للشخص ده علشان ما يفلتش من العقاب وهنا جبنا لكم أراء الخبراء اللي أكدوا لينا إن عمليات النصب دي منتشرة في كل مكان وخصوصا في العياد والمناسبات وعند مكانات الاتم لأن الناس بتستغل الزحمة اللي بتكون قبل العيد وبتخترح حيال جديدة للنصب وكمان في ناس تانية بتعمل أعطال في المكان علشان تقدر بعد ما تمشي تسحب فلوس من حسابك وعلشان كده نصح الخبراء المواطنين باتباع التعليمات اللي بيقولها لهم البنك والتأكد أولا من عدم تعطل مكانة الصراف الآلي الاتم وما تحطش الكرت بتاعك غير لما تتأكد إن المكانة شغالة ومش عطلانة أو إن أي حد لعب فيها ولما تسحب فلوسك اتأكد من صحبك للكرت والشكل اللي بيظهر لك بعد الصحب وكمان الخبراء قالوا إنه بيجب على كل مواطن إنه ما يسمعش كلام أي شخص ما عرفوش كويس وما يديش فلوس لأي شخص ما عرفوش بحج التشغيل وليه وكمان الخبراء قالوا إنه بيجب على كل مواطن إنه ما يسمعش كلام أي شخص ما عرفوش وما يديش فلوس لأي شخص ما عرفوش بحج التشغيل هليه